هي فنانة قدها مشهد سينمائي للإعدام دخلت مجال الفن بالصدفة شاركت في عمل وحيد لكنه ضم نخبة من النجوم ونجمات مصر في الوقت ده نجيب الرحاني رأي إبراهيم حسين رياض وفاردوس محمد الوجه البريء ده اللي كانت بتحمله لم يكن يعكس طبيعة فتاة طيبة الأخلاق بل على عكس كان شيطان في صورة إمرأة فبعد هذا العمل كشفت تحقيقات رجال الشرطة على إنها فتاة تعشك المال لدرجة إنها قتلت زوجها وتخلصت من حماتها بطريقة مأساوية الكمبرس اليونانية مادام جريس شاركت للمرة الأولى والأخيرة في فيلم سلامة في خير بطولة نجيب الرحاني وحسين رياض ومنسي فاهمي ومحمد كمان المصري وروحية خالد واستفار روستي وحسن فاي وأمينة زهني وفاردوس محمد وده بعد ترشحها من المخرج نياز مصطفى قدمت جريس شخصية المرأة الأجنبية أم ياني خلال أحداث فيلم سلامة في خير وشاركت هي وابنها الحقيقي في فيكتور في العمل اللي حقق نجاح صاحق وقت عرضه في القاهرة سنة 1937 وأثناء الاحتفال بعرض للفيلم في محافظة الإسكندرية وخلال عرض الفيلم بالسينما اتفاجئ الجميع بصراخ رجل فور رؤيته ومشهد لمدام جريس وأده ألقت قوات الشرطة للأبض على المخرج نياز مصطفى وعلى الرجل الذي يتسبب في وقف العرض الخاص للفيلم وأثناء توجدهم داخل اسم الشرطة طلب تلجهات المعنية من نياز مصطفى معرفة جميع تفاصيل وعنوان الممثلة جريس اللي شاركت معاه في فيلم سلامة في خير وقال نياز مصطفى في مذكراته أن الرجل ده كان واجهه مشوه واسمه أحمد محمد عبدالله والي من مدينة الأسكندرية وكان من أشر العائلات في الوقت ده اللي كان بتشتغل في تجارة الزهب اتوفى والده وطرق له صاروها ضخمة ولديه شقيق فقط يصغره بخمس سنوات والدتهم حكى زوج جريس بإنه طلب من خلال إحدى الإعلانات السكرتيرا علشان تساعدهم في إدارة المحلات الخاصة ببيع المشغولات الزهبية وتقدمت للعمل واحدة اسمها مرسيا ديمدرس يونانية اتولدت في مصر وبتتحدث اللغة العربية بطلقة كانت بتتمتع بقدر كبير من الجمال ومصقفة بتتحدث جميع اللغات وتولد جميع حسابات المحلات واعتبتنا عليها ونشأت قصة حب منا انتهت بإشهار إسلامها في الأظهر الشريف وأصبح اسمها فاطمة والي والاسم مكتبس من علتنا وفي النهاية تم الزواج وقال الزوج عشت معها أجمل سنوات حياتي وفاجأتني في يوم إن أخوية بتحرش بيها وبدأت قصة تحرش بيها منذ عملها سكرتيرا في محلات الدهاء وكل اللي اتكلمت بيه عن شقيقي كان صحيح كان بيحبها وفي يوم حدث صراخ في المنزل كانت والدتي عند عقلتها وتفاجئت بإنه بتحرش بيها قمت بضربه حتى نفز أنفاسه الأخير ودفنت الجثة بمساعدة عدد من أصدقائي وقال كمان إن والدتي كانت كل ما تسألني عن أخوية كنت بقول لها مسافر إيطاليا لشراء مشغولات ذهبية وبعد فترة طويلة من غيابه شعرت بالقلق وتوجهت بنفسها إلى الصفار واكتشفت بإنه لم يخرج من مصر بس هيدا فكرت مدام جريز بالتخلص منها من خلال مخدر وخنائتها حتى نفزت أفنفاسها الأخيرة طبعا رغم معرضة محمد الشديدة وأخفت جثتها في مكان لا يعلمه أحد محمد أصابته حالة نفسية سيئة وفضل حبيس منزله من كتر ألم ضميره ودخل في حالة اكتئاب حق ولم يعد يباشر عمله فطلبت منه جريز عمل توكيل لتوباشر عمله بدانه وفعلا عمل لها التوكيل وبعد فترة من الوقت ذهبت للبنك لصاحب أموالي واتفاجئت بإن زوجتي سرقت جميع ما أملك من أموال من خلال التوكيل واسناء زهابي إلى المنزل اتفاجئت بتواجد مدام جريز بصحبة عدد من الأشخاص وقاموا بالتعدي عليه وإشعار النيران في المنزل وهربت هي وابننا ظنن منهم إنه مال ولكن في الحقيقة إنه كان فاقد للوعي وقفاق على حريق تلتهم شكل ساعت الملقاش قدامه إلا قفز من شرفة منزله لينجبه بحياته من الحريق بعد أن خسر ماله وأهله وزوجته وابنهما بدل طول خمس سنين كاملة يدور عليها لكن دون جدوى وفضل في حالته السيئة فنصح بواحد من أصدقائه بمحاولة الخروج من الحالة النفسية اللي هو فيها وإنهم يذهبوا سويا اللي يشاهدوا الفيلم السينمائي سلامة في خير ولما شاهد مدام جريز أو مياني في الفيلم راح هيصرغ بشكله السيري لكن جريز لما عرفت إن الشرطة بتدور عليها قررت الهروب لليونان وكل اللي سرقته من الزهب والنقود ولكن زوجها اليوناني اللي تجوزته منعها من الصفر فحدثت منه مشجرة فساعتها خرجت مسدسها وأطلقت منه رصاص لكن المفاجأ إن زوجها كمان أخرج مسدس محاول أن يصبكها في الخلاص منها واطلق عليها رصاص لكن رصاصة أصابت ابنها فأطلقت هي رصاصتها فأوقعته كتيراً وظلت تصرخ حتى حضور الجران والشرطة وتم القبض عليهم وبعدها تم إعدامها هي ومحمد عبدالله في نفس اليوم حد هنا أكون خلصت الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشعارات أسبكم في رعاية الله وأمن وحفظوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته